كابت نلال قالت مبروك الأهلي يثبت دائما أنه يستحق اللعب مع الكبار الأهلي كبير طبعا والكبار دائما بيحبوا لعبوا مع بعض صحيح صحيح اللعب بتاع الحواري دا ملناش فيه الحقيقة مبروك الفوز للنادي الأهلي طبعا مهم جدا 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 في ورقة النوك قاوت أنك تكون بتعرف تكسب كبتان أيضا صحيح مهم جدا 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 ممكن تكون ما بتقديش بشكل كويس أو بالأداء اللي أنت معتد عليه أو اللي يليق بك لكن الأهم أنك تعرف تكسب لأن في النهاية التاريخ بيقول أن الأهلي وصل للسيمي فاينل تمام الأهلي هيلعب ريال مدريد تمام الأهلي تخطى أوكلاند سيتي وتخطى سياتل والنهاردة راح يلعب ريال مدريد في السيمي فاينل وبعد كده يلعب فاينل يلعب ثالث ورابع يعني أنت دلوقتي بتتكلم في ميداليا خلاص أنت قابق أوسينا أوهدنا إن شاء الله من ميداليا تحقق إن شاء الله طبع ميداليا رابع بالنسبالك بإذن الله إن شاء الله بإذن الله فمهم جدا 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 حتى وإن كنت في أسوأ حالاتك في أسوأ حالاتك تمام؟ إنك تكون بتعرف تكسب إنك تحقق المكسب خد بالك أنت كان عندك مشكلة كبيرة جدا أنت عندك مشكلة وأنت في القهار أساسا أنت بتلعب كل 72 ساعة مباراة وروحت النهاردة بتلعب كل 48 ساعة مباراة فأنت عندك مشاكل المباراة المتتالية لأن مهما كنت ومهما كانت قدراتك البدنية مش هطير تتحمل إنك تلعب يعني المباراة اللي جاية عشان بس الناس ما تتاري علينا على اليوتيوب بيقول لك يا المدريد وإحنا عندنا مشكلة بدنية لا إنت ممكن يبقى أداة كويس جدا 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 لو إنت عندك وقت تمام؟ ومريح وبتلعب مباراة مع مثلا مع الريال أفا وتقدي بشكل كويس بالزبط حتى وإن لم تقدي بشكل جيد بس في الظروف الطبيعية بس في الظروف الطبيعية بتاعتها فهم أصلي؟ فأنت هتلعب مباراة كمان أعتقد هي هتبقى يوم تمانية إن شاء الله يوم تمانية بإذن الله نهاردة أربعة فأنت عندك ثلاث تيام برضو يعني مش كتير قوي يعني في ماضي واتلاعب فريق بطل العالم نهاردة لما كانوا بيسألوا جورديولا بيقول له انت لي ما بتاخدش بطولة تشامبرز ديجي يعني أوروبا تشامبرز ديجي قال لك عشان في فرقة اسمها ريال مدريد موجودة فهم أصلي؟ يعني عشان ريال مدريد موجودين فعشان كده تتوق جورديولا بكل ما أوتي من فهم في الكرة وزكاء وقدرات بيقول لك ريال مدريد موجودة فأنا مش قادر وأنشلوت؟ يعني ماشي وأنشلوت فأنت النهاردة رايح تلعب ريال مدينة رايح في مباراة رسمية ليست مباراة ودية في مباراة في كأس العالم للأندية في حاجة يعني كبيرة جداً جداً ما نلعب للاستمتاع نلعب للاستمتاع ان شاء الله بص يا كابتن إحنا مستمتعين حتى لو اتغلبنا آآ بس إلاك لو إنا نزودها أنا كاكوتش أقول لهم مستمتعهم ما أنا بقولك إحنا لو حتى لو اتغلبنا إحنا برضو مستمتعين إحنا برضو مستمتعين إحنا عندنا كابتن أولاً البطولة دي بطولة تشريفية للكبار بتوع القارات كلها دي رقم واحد فانت وجودك بالزبط فانت وجودك في البطولة دي هو أكبر تشريف بالنسبة لك لأنت كبير بالمعنى الأصحى تاني حاجة انت بتلاعب بريال مدريد القامة الكبيرة جداً وأفضل تاريخ في أوروبا والعالم كله الكرة في أوروبا رقم واحد فانت لما يبقى ريال مدريد هو المسيطر على الكرة في أوروبا وصاحب أكبر الجواز تم و أكبر البطولات فانت بتلاعب أفضل فرقة في العالم فدي لوحدها على فكرة ده لوحده تاريخ يعني انت لما تيجي تصنف تاريخ قال لك أنا لعبت السنة اللي فاتت مع باير مونشن في السيم فاين ولعبت السنة دي مع ريال مدريد في برضو في السيم فاين يعني انت دايماً يا كابتن الحمد لله النادي الأهلي كبير جداً 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 أهلي كبير جداً بتاريخه بألقابه ببطولاته بإمكانياته كبير كمان يعني بما بدءه طيام قصدي إحنا إحنا خد بالك عمرنا مطلعنا مثلاً صغرنا من حجم بطولة خدع حد أو مثلاً لو وصل لأي حاجة كبيرة من الحاجات بس إحنا مش عادة بس إحنا ما عندناش فرصة نصغر لأنه ما بيوصلش بس إحنا بردو الفرحة مع الأهلي مختلفة طبعاً